عاوز تعرف حقيقة الدنيا إذهب إلى المستشفيات سترى معظم الذين هناك على الأسر البيضاء معظمهم من الشباب لقد كنت وأنا في المستشفى بجوار شاب يعني صغير 17 سنة وعنده التهاف في الكبد وكان يعني يخشى عليه بالأيام وكان مريضا مرضا شديدا فكنت أنظر إليه وأقول يا سبحان الله لو أن الشباب في خارج المستشفى يأتون إلى المستشفى ويرون هذا المنظر آية من آيات الله سبحانه وتعالى وهذا الشاب أيها الأحباب تحدثت معه عن حب الله وعن الصلاة فقام فصل والحمد لله رب العالمين فرأى رؤية صالحة يا سبحانك يا رب رأى رؤية صالحة أنه يفتح الثلاجة ورأى في الثلاجة كبد فوجد الكبد شكله أصبح جميلا ومشرقا وإذا به يقول لي يقص علي هذه الرؤية وقلت له أبشر بخير هذه بشرة من الله لك بأنك ستشفى إن شاء الله من الالتهاب وأجر له التحليل والإجراءات والإشاعات وبفضل الله قام وشفي بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الشاب أيها الأحباب الكرام 17 سنة وهناك كان بجواري من الشباب أعداد كبيرة وكثيرة من المرضى في المستشفى أيها الأحباب الكرام والله عاوز تعرف حقيقة الدنيا اذهب إلى المستشفيات هتعرف إن الصحة لا تدوم ولذلك عاوزك تعرف ربنا وإنت عندك صحة ما تروحش ربنا وإنت عجوز كبير في السن تروح يقول ما جاء أكبر هبقى روح أصلي أنت بتقول لنفسك آماني كاذبة إيش درقنك هتعيش لحد ما تشوف شعرك يشيب إيش درق العمر قصير الله أعلم بحالك فإذا جاء جلوم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ما نعرفش هنموت إمتى ما هناك واحد في الكون بأكمله يعلم متى سيموت ومتى سيزعب إلى ربيه سبحانه وتعالى عشان كده بقولك ارجع لربك عشان لما يكون في وقت الشدة في المرض ربنا يعرفك تعرف على الله في الرخاء يعرفه كافية شدة أخي الحبيب ترجمة نانسي قنقر